في البطولة نفسها يلتقي فريق أزمالك منافسه الشباب ببلوزداد الجزائري في التاسع مساء ضمن منافسة الجولة الخامسة حقق أزمالك في أربع جولات بدور المجموعات بالدور الأبطال فوزاً وحيداً بعد الخسارة في اللقاء الافتتاحية على يد فريق شباب ببلوزداد الجزائري بنتيجة واحد للا شيء ثم تعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني قبل أن يهزم أو يهزم أمام ترقيب الجولة الثالثة بهدفين دون رد قبل أن يعود ويفوز على الترقيب بثلاثة أو بثلاثة مقابل هدف